فارق كونغور ده حكايته حكاية بيش حياته كلها في الصحاري يلزم جحره بالنهار ويطلع يسترزق بالليل بس الصحرى مش مكان آمن خالص حتى لو في الليل البوم والنصور والسقور والتعبين موجودة في كل مكان تقريبا وخصوصا التعبين دول بس هو بقى مجهز بجسم رهيب عارف ازاي يخليه عيش في البيئة دي وده ان تسمع صوت رف الجناح بومة ودب التعبان بيسحف فبتنبهه للخطر اللي جاي عليه اما بقى هيكاله العظمي فهو عنده رجلين اماميتين قصيرين مش لازم يقف عليهم ورجلين خلفيتين طوال بيدوله قدر ينط حوالي 3 متر في الهوى عشان يهرب من مفترسيه وبسبب المشهد اللي قدامكو ده اتسمى الفار بفار النينجا لانه بصراحة عمل فيش ألبازات تفوق الخيال بياكل ويرائب وينط ويهرب ويهجم رجلين خلفيتين ويوزن حركته بديله الطويل شيء الصراحة يفوق الخيال